موسيقى الحمد لله الذي تتحير دون إدراك جلاله وعظمته القلوب والخواطئ وتكيد في مبادئ إشراق أمواج الأحلاق والنباغ العلي العظيم الحكيم العلم العزيز الرحيم الذي أحسن كل شريء خلقه وخلق الإنسان في أحسن تقريم ودعا للدعوة إلى اتباع الحق والنصيحة إلى عامة المشيئ من أعوام القربات وأهم مهمات الدين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وتمويته أجمعي أما بعد والفلح وهي شريعة الحقيقة وهي شريعة الحقيقة وحقيقة الشريعة منهاج الجنة قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبروا واعلموا أن عبادة الله لها شطران سطر الامتسال وشطر الاتناب فأما الامتسال فهو فعل التاعات وهي فرائد ونافل فالفضل رأس المال وهو أصل التجارة وبه تحصل النجال والنفل وهو الرفو وبه تحصل الفوز في الدرجة قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى ما تقرب إليا وتقربون المثل أداء ما افترض عليهم ولا يثال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى حبا وأما الاتناب فهو ترك النواهي والانتناع من المعاصي وهو أصعب وأسد على النفس فإن فعل التاعات يقدر عليه كل من يريد وترك النواهي والشهوات لا يقدر عليه إلا الأقوياء المتقر ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر من هاجر السوء والمجاهد من جاهد نفسه وهوى الحمد لله العزيز الغفار مكون الدهور ومفيد البهار والصلاة والسلام على سيدنا محمد خدوة الأبرار وموعذة الفجار والآل والأصحاب نجوم الاهتداء مسائر التابعين ما داموا بهم الاقتلال أما بعض فيا عباد الله تذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك عريب أو عابر سبيل وأكثروا من ذكر الموت وقثروا الأمل فإن من قثر أملا وكثر للموت ذكرا جد في ثالح العمل وهرب من التسويف والكسل وزهد في الدنيا وقلد رغبته فيها واشتد حرصه على الاستعداد للأخرى وباذر بالتوبة وتباعد عن كل ما يشعبه وعن تاعب وعلموا عباد الله أنكم تعصون الله بجوارحكم وهي نعمة عظيمة من الله بها عليكم وأمانة منه لديكم فإن استعملتموها في طاعته وفرفتم كلا منها لما قلقت له فقد شكرتم النعمة وحفظتم الحرمة وأديتم وأحسنتم لله الحدمة ولهو عنده جفاء ذاء الشاكري وثباب المخصنين فانظروا كيف تحفظونها وترعونها فإنها أول رعيتكم قال تعالى من عمل سيئة فلا يجاء إلا مثلها ومن عمل فالحا من ذكرنا وانتعبهم فأولئك يدخلون الجنة يرسعون فيها بغير الخساب واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم يغفر الله لما أولكم ونساء المسلم اشتركوا في القناة